مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يا دينا شكرا لك جمانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اجتماعا بتشكيله الجديد في ضوء انتهاء المدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة وأربعة من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة ويترأس المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد اعتبارا من اليوم رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الحالي للهيئة والذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بستتي سنوات استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقره الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة والذي أشهد في بداية اللقاء بدور تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب والالتزام بالدقة والشفافية حيث أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي ومن جانبه أشهد وفد تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية بمؤتمر حكاية وطن مؤكدين على دعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي مع العمل على توعيات المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين بحثوا خلال حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي مشيرين إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الرهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة كما أعرب الرئيسين على القنق البالغ من استمرار العصد التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تظاهر شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لبرجعيات الشرعية الدولية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة والمناطق الأخرى وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية تلقاها الوزير شكري من ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا وبيتر سيارتو وزير خارجية المجر وحانكي براينز سلوت وزير خارجية هولندا وأوضح شكري مع نضرائه على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة وما يتطلب الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مصار التهدئة وضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف للتجنيب المدنيين الأبرياء تبعث هذا التصعيد طلبت فلسطين بعقد اجتماع طارق لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت موعد ممكن يستهدف الاجتماع طارق بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث آخر تطورات في قطاع غزة أن قوة الاحتلال مستمرة في استخدام القوى الغاشمة ضد الفلسطينيين وحقوقهم وأشدد منصور على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تشن حربا واسعة تنطاق على دولة وشعبها وأرضها وأماكنها المقدسة ثم تتوقع السلام في المقابل استشهد 413 فلسطينيا خلال العدوان الإسرائيلية المتواصل اليوم الثاني على قطاع غزة و13 آخرين في الضفة الغربية هذا وأعلن المدارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء في قطاع غزة 78 طفلا و41 سيدة وفي الضفة الغربية استشهد 13 فلسطينيا على مدار اليومين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة محافظات أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مجمع أنصار ومحيطه غرب مدينة غزة ما أدى إلى ضمار هائل في المباني كما شنت 13 غارة عنيفة على منطقة الفرحين شرق خاني ونس جنوبا وأوضحت مصادر محلية أن مجمع أنصار تعرض لقصف من الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ ما أحدث أضرار مادية كبيرة فيه والمحيطة به كما شنت طائرات الاحتلال 13 غارة عنيفة على منطقة الفرحين شرق خاني ونس ما أدى لوقوع أضرار جسيمة دون وقوع إصابات أكدت وكالة ريترز أن شركة طائران أمريكية أمريكان إيرلاينز علقت رحلتها الجوية من وإلى تل أبيب مؤقتا بسبب الاشتباكات الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وأكدت شركة الطائران الأمريكية في بيان لها إنها تعلق رحلتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع الجاري وشيرة إلى أن رحلات الشركة إلى تل أبيب ستظل معلقة لحين سمح الظروف باستئنا فيها لافتة إلى أنها وتواصل مراقبة الموقف ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستجمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر